زارت الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمر والزيارة اليوم مجمع الملكة فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وذلك ضمن جدول برنامج ضيوف خادم الحرمين عبر ما تضعه وزارة الشونة الإسلامية لهم أثناء إقامتهم في طيبة الطيبة وقد تجول ضيوف داخل أقسام المجمع وطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف واستمعوا إلى شرح عن الجهود التي تبذل للعناية بكتاب الله والخطوات التي تتم في جهود ترجمته معانيه إلى لغات دولية كثيرة